دايماً مصر في المحافل الدولية بتكون مجهزة أجندة بتتكلم عن مشكلات القارة بتتكلم عن التحديات اللي بتواجه القارة للسمراء خلال هذه المرحلة ودايماً بتطالب بي وجود نوع من الاستثمار الفاعل على أرض القارة الأفريقية الرئيس كمان أكد أن الوثائق اللي هتصدر عن القمة الروسية الأفريقية بتثبت وبحق عمق العلاقات الاستراتيجية والروابط المهمة جداً اللي بتجمع دول القارة الأفريقية بالجانب الروسي وشدت كمان الرئيس على التزام مصر باستمرار انخراطها بشكل جاد ومخلص في جهود تعميق الشراكة الأفريقية الروسية الاستراتيجية إيماناً بالفرص ومساحات التعاون الواسعة القائمة في إطارها إن الوثائق التي ستصدر عن قمتنا اليوم تثبت وبحق عمق العلاقات الاستراتيجية والروابط المهمة التي تجمع دولنا الأفريقية بالجانب الروسي فضلاً عن الآفاق الواسعة لتعزيز العلاقات القائمة بيننا لا سيما في مجالات محل الاهتمام المشترك وعلى رأسيها تعزيز السلم والأمن ومكافحة مهددات وكذا تفعيل مسارات التنمية الاقتصادية بالتركيز على خطاعات البنية التحتية والتصنيع الزراعي والتحول الصناعي بالاستفادة من التكنولوجيا الروسية هذا بالإضافة لتعزيز السلات الثقافية والروابط التاريخية بين شعوبنا وإنني أؤكد في هذا الصدد التزام مصر باستمرار انخراطها بشكل جاد ومخلص في جهود تعميق شراكتنا الاستراتيجية إيماناً بالفرص ومساحات التعاون الواسعة القائمة في إطارها وذلك من خلال تسخير الأدوات والإمكانات المصرية على المستوى الوطني عبر تفعيل التعاون القائمة بين الشركات المصرية ونظيراتها الروسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى المستوى القري من خلال رئاسة مصر للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النباب وكذا ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الإفريقي لتدعيم جهود تعزيز السلم والأمن وتحقيق التنمية